قآني في أربيل والحلبوسي والخنجر وبارزاني في النجف بحث مستمر على الصعيدين الخارجي والداخلي لحل الأزمة السياسية التي خلقتها الانتخابات الأخيرة وتمسك جميع القوى العراقية المتخاصمة بمواقفها السياسية مما يشي برسم مشهد سياسي جديد لا تكون فيه القوى الشيعية والكردية موحدة داخليا الشرخ الكردي بات واضحا بتمسك كل من الاتحاد الكردستاني بترشيح برهم صالح والديمقراطي الكردستاني بهوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية وهو الخلاف الذي كان واضحا في الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني للسيد هوشيار زيباري نهائي ولا رجعت فيه ونحن مصرون وماظون في هذا السيناريو ونحن نعمل على أن يكون مرشحنا هو رئيس الجمهورية المقبل لذلك ترين الاتصالات والحوارات وإذن لدينا اتفاق متكامل مع الأخوة في عزم وتقدم والكتلة الصدرية ونرى بأن مرشحنا هو الأوفر حظا للفوس توافق الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني قد يفرضوا مشهدا سياسيا جديدا عابرا للطائفية التي سادت خلال السنوات الماضية هناك توافقا وصل لمرحلة النضج وأعتقد أن الجلسة الأولى واختيار رئيس البرنامان ونائبي كشفت عن قوة هذا التحالف بالتالي أعتقد أن المرشح الأوفر حظا هو من سيرشح من قبل حزب الديمقراطي العراقي باعتبار اليوم أن هناك تفافقا ثلاثيا مع بين تير الصدر الحزب الديمقراطي ومع بين تقدم وعزم البرلمان العراقي سيعقد جلسته الثانية في السابع من شهر فبراير المقبل لاختيار الرئيس الجمهورية والتي من المتوقع أن تكون جلسة حاسمة ليس فقط لاختيار الرئيس الجمهورية بل لتحديد شكل الخريطة السياسية العراقية المقبلة مصطفى القطان قناة الغد بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر